تفاصيل حول الاشتماع الأمريكي العراقي وحيثياته سيكون مع الزميلة هدير الربيعي هدير ننتظر كثير من الملفات ربما ستفتح في هذه الجلسة نعم أسمى صحيحة ملفات ساخنة إذن الحوار الذي من المقرر أن يبدأ اليوم بين بغدادة وواشنطن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة هو عبارة عن مفاوضات لاستكمال اتفاقية الأطل الاستراتيجية التي أبرمها العراق مع واشنطن عاما 2008 اتفاقية الأطل الاستراتيجية نصت سابقا وما زالت على الانتقال بالعلاقات العراقية الأمريكية ما بعد الانسحاب الأمريكي العسكري عام 2011 من الفضاء الأمن العسكري إلى العلاقات الطبيعية والشاملة في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية وإعادة تقييم عوائل القوة والضعف في العلاقات بين البلدين كذلك وضع رؤية للمسار المستقبلي للعلاقات من خلال اللجان المشتركة وتقديم الدعم الخدمي والصحي والتعليم والقطاع المصرفي من خلال الشركات طبعا وقطاع النفط من خلال الشركات الاستثمارية المصرفية في الأمريكية في العراق وإعادة رسم أدوار القوات الأمريكية والتحالف الدولي في دعم القوات العراقية ودعم الاستقرار هذه الخطوط العريضة للحوار الذي سيقوده من الجانب الأمريكي ديفيد هيل نائب وزير الخارجية الأمريكي مع عدد من المساعدين في وزارة الخارجية ووفد عسكري أيضا ومجموعة من الخبراء وفريق تقني وسيترأس مجموعة الحوار العراقية عبد الكريم هاشم الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية كذلك سيشرف على الحوار كل من وزير المالية علي علاوي والتخطيط خالد برتال ووزير الخارجية فؤاد حسين ووزير النفط أيضا ومجموعة البنك المركزي الجانب الأمني ممثل في الجانب العراقي بوزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني ووفق مصادر سياسية فإن واشنطن ستركز على جدولة وجود القوات الأمريكية في العراق في مهمة محددة هي التصدي لداعش وهو طلب عراقي الذي اعتبره احترام للسيادة العراقية نعم هادير يبدو أنها بالفعل ملفات ساخنة ستطرح ومن خلالها يطرح كثير من الحوار شكرا لك شكرا لك